سلامة لبنات مرحبا بكم في القناة تشهيوة الحجة رشيدة اليوم اللي احنا في فترة دي العيد غنشارك معاكم الحمل غنم بوحد طريقة بوحد طاجين اللي هو تقليدي طاجين بماطي شمع السلة كيف تتشوفو تيتسمى يعني مقفول بالنسبة هاد طاجين تقليدي امازيغي وقلت نشاركو معاكم علش من ديروش الحمل غنم بماطي شمع السلة و البصلة ليتيجي رائح وانتمنى تعجبكم هاد الوصفة وتشاركو مع اصدقائي ديلكم ولي شايف الفيديو ديلي اول مرة ما تبخولش عليا بابوني والناس اللي يمشاركو في القناة ما تبخولش بلايك وتنشكر قع الناس اللي تنضموا القناة ديلي القدم وجداد هناليا غنوريكم المكونات اللي عندنا اول حاجة غنحتاجوا الحمل غانم من هنا كين في الفترة ديلي العيد اكثر يعدون من الحمل غانم وغنحتاجوا اه القرف عواد غنحتاجوا الملحة البصلة ثلاثة البصلات كبار كيف تتشوفوا بايضين غنحتاجوا البزار غنحتاجوا خرقون بلدي سكين جبير ووز ملحة وعندي ماطيشة كيف شوز ودواور قطعتها مقيت لها القشرة ديلي قطعتها دواور وحيت لها زرعة ديالها وعندي ماطيشة مقطعت ريفة وعندي ماطيشة مقطعت ريفة وعندي الزافران شهراء حر كبيت علي المطيب نصف كاز زيت زيت زيتون خلط مع زيت نباتية وزيت زيت زيتون سوف نفند الحمل ديالنا وغنوريكم كيفاش غنستعملوا البصلة على جوج تقطيعات جوج مراحل اللي فتاجين ديالنا مطيشة عندي كمية في المقلة وعندي دوائر ونشاركة معاكم تابعوا الفيديو تل الاخير موهما البندرسة واحد معلقة معه مراجل الملحة نصف معلقة ديال ابزار ومعلقة صغيرة ديال خرقون بلدي ومعلقة صغيرة ديال سكين جبير كيف تتشوفو غنخوا نصف كاز ديال الزافران شعراء كبيت علي المطيب تطلق وكبيت نصف دياله وزيت زيتون اللي مخلط مع زيت نباتية هو كبيت نصف دياله بالنسبة للناس اللي بغاوا يديروا كامل زيت زيتون يديروا وغير انا خلطته هذك نصف كاز مع زيت نباتية بالنسبة هنال الحم يعني عندي جهة ديال الفخض وتما تقدروا تديروا اي بلاس بغيته هنال الحم الخليط خلطته دوبته مزيان وغنف الند في الحم زيان يتشرب لنا يعني تتشوفو الحم خاصو يتشرب لنا مزيان بناس بلا هاد العطرية وبهاد تتبيل لانه يطيب فيها وهنا كيف تتشوفو هاد الكاز ديال ما اللي درت هو اللي غيطيب فيه الطاجين ديالنا لانه غنطيب على نار مهيلة وغنطيب على البوطة وبالنسبة لهاد الفترة كل ناس اللي عنده مفاخر بزاف يقدروا يدروا الفاخر عير هو البوطة يعني طابلية عير هو على واحد نار مهيلة تنشد البصلة تنشل لده هنشد وحدة هنشل لده هالبنات بش نديرها في الطاجين ديالنا و جوجات غنطيب دوائر هنشارك معاكم كل شي المراحل و الشرح ديال الطاجين باش ينجح معاكم كامل كل مرة نوصل للمرحلة هنشارك معاكم التعسال ديال طماطيم وكيفاش نحط الطاجين ديالنا مهم هنه يكيف تتشفو شلط بصلة مكعبة صغيرة هنشطوا الطاجين في الرشت واحد نص بصلة وغنحط فيها طروفة ديال اللحم ونستفهم هنه مغادرش نشحروا اللحم ونقلوا هنه يشرفون الطاجين ديالنا ونقضوا بلوك كامل المرحلة هنه يحكي لنقلوا شهر ونقضوا بلوك لأن الحمد في العطرية والبصلة كيف تتشفو باش نقضوا بلوك سنشرطوا البصلة هنشدوا البصلة ونقضوا بلوك كامل المرحلة يتشفون بلوك بلوك الطاجين ديالنا الطاجيرة يجبون من الملوحة واللحم والعطرية ثانية البصلة تلقى مع السلق تلقى الحلوى دوائر يجبون من الملوحة والدوائر تلقى دوائر ونضغها انجبون من الملوحة واللحم 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 والعطرية سوف نضغط البصلة ونضغط دوائر ونضغط طاجين نضيفه مقاد ويبان نقطعه ونضيفه في الواسط نضيفه مع البصلة لا نضيفه ونضيفه نقطعه ونضيفه في الواسط نقطعه ونضيفه في الواسط مع البصلة الأولى سوف يكمل الدائرة كاملة بالنسبة لكمية الحم نضيفه ونضيفه نضيفه حياة نضيفه ونضيفه تمضيفه نضيفه ونضيفه نضيفه ونضيفه يمكنك التجسس لنزيد دوائر المقلع نزيد المقلع هناك تشاهدون البنات سلصة لديها الحم سوف نزيد المطيشة نصفها من الزريعة و المهوة يمكننا روية و المرقم بها و يطيب الطاجين و الزفران و نسقيه من الفوق لكي يكون أحضر ملع هذا المل و المل هو الذي سوف نفرغ و نقوم بفرغ لكم لإستمرار نفرق الحم و نگفر طاجين و نحوها لا تعد لك و لا تشاهد دوائر أحضر ملحة و ننزيد بعيد زبدة نغطي هذه المقلة تغلى لنا ورمز التمق والماطيشة سوف نضيف ماطيشة لكي تأتي من السماء بالماطيشة لتفعيل ملحة الزبدة و القرفة كافية سوف نقص على البوطة ونقص على البوطة سوف تكون ناقصة ونجعلها تطيب بطيب وتتبخر لدي الماء فيها نهائي ونقص على البوطة سوف نغطيه بحود الحديدة وندخل الفرن ونقص على البوطة ٨ ساعى ونظيف ملحة ونقص على البوطة ونقص على البوطة لنا جدوا وعندما بدأ الجلسين فرغمون تصدر بحاجة للماء ونحن لروا المطيشة والبصلة والألوان الماكلة والخضرات والألوان المطيشة من الفق معسلة نتجد العيد ووصفات مختلفين او ماضاقات مختلفين سوف اشارك معكم وصفات اخرين باللحم نتمنى اعجبكم هذا الوصفات التي نضع لكم في القناة وتتبعوا الفيديو للاخير سوف نأخذكم البصلة جيدة اشتركوا في القناة شكرا